أقام مجلس والدولة احتفالية لتكريم السادة قضاة المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضيي 2021-2020 وتضمنت الاحتفالية تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضيي المشار إليها تقديرا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن طوال رحلة عطائهم المديدة في إطار حرص إدارة مجلس الدولة على التفاعل مع السادة القضاء أعضاء المجلس تم الاحتفال للعام الثاني على التوالي بيوم الوفاء والإنجاز لتكريم المستشارين الأجلاء خلال عام قضائي اكتمل عطاؤهم فيه بحضور رئيس مجلس الدولة ونواب المجلس والسادة القضاء والقاضيات أهمية اليوم لينا بالدرجة الأولى يعني ده بيبص روح الولاء والانتماء في أعضاء مجلس الدولة ويعلم كل عضو أن إدارة المجلس ابتداء من رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس الخاص بيتابعوهم وبيشاركوهم وبينظروا إليهم وبيدعموهم وبيفتكروهم في المناسبات تضمن الاحتفال عرضا لإنجاز جميع أقصى مجلس الدولة خلال العام القضائي 2020 إلى 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 إلى 2020 رغم كل التحديات وخاصة اقتياح فيروس كورونا للعالم النهاردة يوم الوفاء بيتم فيه تكريم القضاء عما تم في العام القضائي 2021-2022 وكان يشرفنا اليوم حضور المرأة كتمثيل لها في أول احتفالية بحضورنا في مجلس الدولة احتفالية النهاردة ده يوم وفاء أتمنى من كل الهيئات والجهات تحزوا حصو القضاء وتحتفل بمن قدوا أعمالهم وأحيلوا إلى المعاش ودي بتبقى بداية حاجة جديدة أجيال بتسلم أجيال وهي دي مصر لم ينسى المجلس أبنائهم من القضاء الذين وافتهم المنية بل كان الاحتفاء بما حققوه على رأس أولوياتهم كل هذا وفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية